ومعنا اول سؤال النهاردة لأستاذ سيد من القاهرة السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة حدك طيب وحديك طيب وبصحة وبسلام ولا صلاة عندي سؤال في الزكاة يعني تفضل يا سيدي عددك انا مدي لواحد مبلغ يشغله لي معا يعني طيب وهو رجل امين يعني والمبلغ ده بيديني هو كل سنة عليها ربش ليه حددك بتقول لي رجل امين يعني لان رجل يعني يعني يعيش معايا في المنطقة يعني طيب معايا في المنطقة وكواية يعني فانا جربته قبل كده يعني ولا حاجة انا ماليش دعوة انا انت حددك بتسأدني على الزكاة بعد كده بقول لك نصحتي قول لي كم فالمبلغ اللي بيدهولي انا بيعيش منه كل سنة طول السنة يعني فطبعا هل ادفع الزكاة على المبلغ اللي هو لانا عططوله هو اللي هو مشغلولي ولا ادفع على المبلغ اللي انا باخده منه اللي هو الربح اللي باخده منه ولا على الاتمين سؤال انت الفلوس اللي بتفضل معاك ده انت عندك رصيد انت عندك رصيد وعندكش رصيد هو المبلغ اللي عنده بس ربنا يوسع عليك ويكتر ويكتر مالك ان شاء الله ويوسع رزقك ويبقى عندك رصيد كتير ربنا فضل ونعم خلاص مثلا الفلوس اللي بتجيلك دي انت بتصرفها اضطر على زكاة بس على الفلوس اللي هي عنده الفلوس اللي عنده دي لو بلغت انه صبعا طلع عليها زكاة حق سي هيطلع زكاة على الفلوس اللي هي عنده وانا بقولك اهو خلي بالك انا مش بقولك مش بتهم اي حد بس خلي بالك لان اللي بيحصل اللي بيحصل كل شوية ان احنا يطلع لنا حد بياخد بالفلوس من الناس وبعد كده يحصل له تعثر او يحصل له مشكلة او اصلا ما يكونش اصلا راجل بيشتغل بالتجارة لكن بياخد فلوس الناس بالباطل فعشان كده بقولك خلي بالك ويحكي سيد لكن لما تيجي تطلع زكاتك تطلع زكاتك على ايه تطلع زكاتك على الفلوس اللي عند الراجل اللي هو بيشغل عليك بس لان دي اذا بلغت النصاب مجيزة مساء الله خير يا فنم مساء النور والله يعني السؤال بتاعي المفروض هو سؤال عام مش سؤال خاص بيا انا عايز رأي الدين في بيستقر شقة لمدة عشر سنين او عشرين سنة يعني بالقانون القديم وكان بياخد الشقة بمبالغ بسيطة اما ربنا بيكرمه بحكيات بياخد شقة تمليك او بين الشقة تانية عايز بياخد الشقة اللي هو واخدها من عشرين سنة بمبالغ طائلة هو مش عايز يعني خلينا خلينا بس خلينا اقول لك حقيقة حاج محسن انا على فكرة مش ملك مش صاحب ملك تب اسمعني دايب حاج محسن ما نعارف برضو بس حاج محسن انت دلوقتي بتسألني على مش انه بيبيع على انه بياخد خلو رجل اللي بيسموه خلو رجل بالضبط كده انا هكلم حضرتك دلوقتي حاج محسن بسوا جماعة احنا عندنا شاء الاجار الاجار معناه ان الانسان لا يمتلك العين ولكن يمتلك يمتلك المنفعة اللي هي المنفعة اللي هي منفعة السكنة يعني لو مؤجر عين عشان يسكنها او مؤجر عين عشان يستخدمها فهو مؤجر المنفعة بتاعتها العين دي اللي هو البناء ده وليه منفعة ينفع اننا اسكن فيه ينفع اننا اشغله واجيب منه ربح ينفع اننا اعمله عيادة اهو دي اسمع المنفعة فاللي بيأجر بيمتلك المنفعة وعشان يقدر يمتلك المنفعة لازم يبقى عنده حاجة اسمها لاختصاص لازم يبقى المنفعة دي خاصة به ماينفعش ان حد يقول بما ان جنده مش مالك العين دي يروح جايب عياله ويروح ساكن في نفس العين دي ماينفعش ليه؟ لان المنفعة مختصة بهذا الشخص اللي مأجر العين دي يبقى احنا دلوقتي عندنا في ملك عين وده اسمه بيع او ملك منفعة وده اسمه ايجار طيب اللي مالك المنفعة دي المنفعة دي مختصة به فعشان يختص به لازم المكان ده ما حدش يدخله داني غيره فالشقة دي لها باب الباب دوت ليه مفتاح الفقهاء قالوا بقى الشخص المؤجر ده هل ينفع يبيع المفتاح ده لحد فلما يبيع المفتاح ده لحد ايه اللي يحصل؟ يبقى بيعه للمفتاح ده جائز قالوا اه يجوز ان يبيع المفتاح فايه اللي هيحصل؟ فايبيع المفتاح ده لشخص تاني بحيث ان هو هيسمح ان هو يدخل للمكان ده فيبقى ده اسمه بيع المفتاح واجازه الفقهاء اجاز الفقهاء من استاذ الشفعية ان هو يعمل ايه؟ ان هو يبيع المفتاح ده لكن انت بتتكلم بقى في مسألة تانية خالص في مسألة التطور اللي حصل في حياتنا من النحية الاقتصادية ومن نحية اثمنة العقارات وان ده محتاج الى تعديل وده بيحصل بالفعل دلوقتي ان بيحصل فيه ما يتعلق بالاجارات لكن انت بتسألني هو ايه تكيف الفقه بتاع ده؟ ان هو بيبيع الاختصاص اللي متمثل في بيع المفتاح فهل يجوز له ان يعطي هذا المفتاح ويأخذ اموالا؟ هل يجوز له ان يبيع هذا الاختصاص ويبيع هذا المفتاح ليه؟ لان حصله اختصاص بهذه العين طيب نعمل ايه؟ انا حسس ان انا كده في عين انا مش ملكها خلاص ما كنتش تأجرها هذا الاجار القديم طيب بتقولي الاجار القديم ده يحصل كذا انا اللي بسترده ده المالك هو اللي بياخد منه ده لانه ما زالت المنفع عنده طيب هو مش عايز خلاص ما ياخدش ما يشتريش منه المفتاح يعني ما يتفعلوش ده انا ليه ما بيستخدمش مصطلح خلو الرجل لانه خلو الرجل ده مصطلح بقى سيء السمع واحنا في الفقه بنتكلم على الاحكام الفقهية كما هي فهل ده جائز اه جائز بهذه الطريقة واحنا بنوصي الناس ان الناس يكونوا مع بعض بغير ما حد فيهم يأزي حد ولا يأكل ما الحد لان دوت حرام ودوت يوجع الناس ويجعل الناس بينهم حقد وانتقام احنا مش في حاجة اليه في المجتمع ده معنا الاستاذ محمد من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله اتفضل يا سيد محمد الله يكرمك كان عندي ابني يتوفى سبب يوم رمضان الله يرحمه الله يكرمك كان دخل في غيبوغة من قبل رمضان باربع سيئة الله يرحمه هو سنه كان كم سبعتاشر سنة طيب يعني كان مكلف وكان عليه السيام رمضان تمام فكنت عايزة اعرفه هل تكليف هنا بس عليه السيام ولا معلوش لا واخده خلاص السيام ده عبادة بدنية السيام ده عبادة بدنية انت دلوقتي هو توفي تامن يوم رمضان ولا توفي متى تامن يوم رمضان وكان في غيبوبة من قبل رمضان باربع تيام يبقى هو اندفع الثمان تيام دي تفدي عنه وبس تمام قريبا بتقدر بعديم حضرة بتقدر بعشر جنيه بعشر جنيه ده الحد الادنى ده الحد الادنى تمام طب خلينا اقول لك بقى حاجة وخلينا ندعي لابنك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يدخله في فسيح الجنات ان شاء الله ينزع عليه من الرحمات والبركات واجعله ان شاء الله في لطفه واجعل ان شاء الله ذخرا لكم واجعله سابقا لكم في الجنة واجعله شفيعا لكم في الجنة ان شاء الله وينزع عليه من الرحمات ويتقبله كما يتقبل الاولياء والاصفياء يا رب العالمين بس هو في حاجة بسيطة بس نبه عليها بس اولياء الامور والاهالي يخلي بالهم من ولادهم موضوع الغاز الحمام ده شيء خطر لاني انا حصل الصدمة دي موضوع الغاز هو مات مختنئ من الغاز معلش بس اي حد عنده حمام على كل حال على كل حال يا سيدي ابنك ان شاء الله مكتوب لأو ثواب الشهادة ان شاء الله وربنا يجعله في بحبوحة وفي ساعة ان شاء الله يا رب العالمين رزاك الله خير يا موضوع معنا الاستاذة فاطمة من المنوفية السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعمة نعمة الحمد لله الحمد لله والله يا شيخ نفسي دي دي لحضرتك القرب دي يفك عني لاني انا تعبانة قوي انا بقالي سانة دلوقتي ربنا ان شاء الله يوسع عليك وان شاء الله ربنا اسمها الله تعالى يفرق قربك وقربك كل مكروب وان شاء الله يجعلك في ساعة وينظر اليك بنظر الكرم وبنظر اللطف يا رب العالمين يا رب انا يا شيخ من فترة بقالي جي سانة دلوقتي وقعت في زم بس ما كانش في نية ان انا عمل اي حاجة تفضل ربنا سبحانه وتعالى فالمهم انه يعني الزمد دوات اه اطريت انا كنت في محلي باكل عيش والحمد لله ربنا ميصر معي برضو دلوقتي الحمد لله في شغل وكده في محلي فالزمد دوات مؤثر علي في ان انا هسيب المحلي وكده مين قالك كده انت تبتي الى الله ايوة ايوة اكيد ده مش كده اكيد ده مش كده ولكن اللي انت حصل لك ده او تغيرات عشان شخصيتك تبع عندك مش انت قلت ان انت وقعت بالزم من غير ما تقصدي ايوة ايوة انا حتيت ان حياتي مع ربنا سبحانه وتعالى جاءت احسن من الاول في صلاتي في دعائي في تقربي له وكده مش مش رجل كأن رجلك تجرت لي ده لو انت حتى لو تسيب المحل وان شاء الله مش هتسيبيه ان شاء الله ربنا كريم مش هتسيبيه ان شاء الله بص يا حاجة فاطمة انت كل الحكاية بس ربنا عايزك تكون من اهل السبات يخليك في الكلام ده فتلجأي ليه وتمسكي بلطفه ان شاء الله ولكن دايما نقول يا سيدي خد بيدي ولا تتركني ليه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيتركك ابدا ان شاء الله وربنا ان شاء الله يوسع عليك ويثبتك ويزيب عنك كل كل كرب يا رب ويجعلك في ساعة وفي رحمة ويريكي لذة قبوله لك سبحانه وتعالى احنا لازم دايما نطول الوقت يا سادة بلاش الحكاية ديت حكاية ربطي ايه ان انا بدل عملت معصية يبقى انا مستني الزم امتى هيجي للزم انا مستني الزم الزم بتأخر انا عملت الزم مستني المصيبة هي المصيبة اتأخرت ليه يلا بقى مصيبة عشان اخلص يا رب بلاش الطريقة دي في التعامل مع ربنا الله لطيف بعبادي الله سبحانه وتعالى وافر الذم فعشان كده خلوا ثقاتكم في الله سبحانه وتعالى وخلوا قلوبكم متعلقة برحمته ربنا بيحب اللي ينظر اليه وهو على يقين من انه سيرحمه انا عند ظن عبدي به اشتركوا في القناة